يحقن علماء من جنوب إفريقيا بمواد مشعة قرون مجموعة حية من حيوانات وحيد القرن لجعلها عديمة الفائدة وقابلة للرصد بصورة أكبر عند الحدود وللحد من صيدها الذي يدمر أعداد هذا النوع المحمي وتضم جنوب إفريقيا نحو 80% من أعداد وحيد القرن الأبيض في العالم والتي تقدر بأقل من 13 ألف حيوان لكن البلاد أصبحت نقطة سخنة للصيد غير القانوني المدفوع بالطلب الآسيوية على القرون التي تستخدم في الطب التقليدي بسبب خصائص علاجية وفي ملجأ سري لوحيد القرن في مقاطعة لنبوبو في شمال شرق البلاد يأوي بشكل رئيسي صغاراً حرمت من أمهاتها بعدما قطلت الأخيرة في صيد غير قانوني ترعى بعض الحيوانات العاشبة ذات الجلد السميك في سهل سافانا وأعلنت الحكومة في شباط فبراهير مقتلى 499 وحيد قرن عام 2023 معظمها في متنزهات وطنية رغم الجهود التي بذلتها للحد من هذا النشاط غير القانوني ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 11% عن أعداد وحيد القرن التي قتلت عام 2022 تنينيوات شرين